السلام عليكم ورحمة الله ازايكم متابعين الكرام عاملين ايه؟ يارب دايما تكونوا بخير النهاردة معايا خبر صادم جدا عن الفنان الزعيم عادي الامام وحقيقة وفاته وكمان معايا خبر عن انهيار يسرى ولبلبة هنعرف كل التفاصيل وهنعرف سبب انهيارهم هنشوف كل التفاصيلنا في الفيديو بس لو سمحتم صلوا معايا على الرسول المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام ويلا نبدأ على طول نبدأ الفيديو باكت ود وشكر جدا لكل متابعين الكرام المحترمين على قناتي ندخل في تفاصيلنا لبلبة في حالة صراح وبكاء وانهيار بسبب عادي الامام طبعا احنا عارفين ان قد ايه علاقة لبلبة بعادي الامام قوية جدا فهم امثلوا مع بعض ادوار كتيرة يعني كلنا عارفين حتى تصرحتها لما قالت ان عادي الامام اكتر واحد قبلني ولو مش هو كنت اتجاوزت كذا مرة وتصرحت بصراحة كتيرة جدا ولكن لما عرفت عن سبب تعب عادي الامام وعرفت وصيته كمان اللي علمت بيها منذ قليل في حالة انهيار شديدة جدا وزعلانة بعد لما سمعت الوصية وكمان في اخبار ان هي دلوقتي بتتعالج من حالة اكتئاب شديدة انا عارفين عادي الامام سواء تتطفق او تختلف معاه بس هو كفنان لي اسم كبير جدا في العالم كله ومش في الوطن العربي فقط ولكن انا برضو في ادوار وفي حاجات انا بختلف معاها جدا وكمان يسرى لما كان عيد ميلادها من يومين ايه لي رفضت خالص الاحتفال به لو لان اصدقائها اصروا على الاحتفال ولكنها كانت حزينة ومنهارة جدا بسبب عادي الامام وانه لحظاته الاخيرة وانها مش عارفة تتواصل معاه هو شخصيا وانها بتتواصل مع اولاده فقط وكمان يسرى لما علمت بحالة عادي الامام حاولت تتواصل مع ايد نرامي امام ولكن لم يدلي اي اخبار غير طلب ادعاء لوالده كلنا عارفين ان عادي الامام دلوقتي يا جماعة حالته الصحية متدهورة جدا خصوصا ان الاطباء قالوا ان الحالة ميقوس منها وانه ما ينفعش اتشال من على اجهزة حشان حتى انه يسافر وكمان اللي زعل لبليبة وخليها في حالة انهيار هي ويسرى وهي وصية عادي الامام اللي اوصاها واعلن ابنه رامي امام بيها انه هو يتم حرك بعض من افلامه وخصوصا الافلام اللي شاركت معاه يسرى ولبليبة واحنا عارفين ان هما يمكن معظم افلامه مع يسرى ولبليبة وحدد افلام معينة ان هو نفسه تتمحي من الزاكرة تماما احنا عارفين ان الموضوع ده صعب جدا طبعا لان افلام عادي الامام من الافلام المحقق ارادات كبيرة جدا وانه لو هو عايز يعمل كده اكيد هو كان بصحته وكان كامل الادراك انه يقدر يعمل كده وخصوصا ان صاروة عادي الامام مهولة فكان قادر يعمل كده يسرى ما علمت بالامر هي ولبليبة حزنه جدا ليه تعمل كده احنا حابين مسارتنا تكون معاك وخصوصا بعد تعليق يسرى اللي قالت انا لو فيه راجل في حياتي كان نفسي اتجاوزه فهو عادي الامام ولكن هو ما طلبش مني الطلب ده على الرغم ان انا كنت اتمنى الموضوع ده معاه وكمان هي قالت ان عادي الامام دلوقتي مجرد صديق وانا اعتز به ولبليبة اللي كمان في تصريحتها قالت انا ممكن اعمل اي حاجة بس افلامي مع عادي الامام ما تتمحيش ابدا صراحة هو وسط مملوء بحاجات وخبايا صعبة جدا ووحشة جدا وما خافية كان اعظم لكن اللي مكشوف ليه ان احنا شفنا كل افلامه مع يسرى ومع لبليبة اه فيه ناس بتحب عادي الامام كتير ومش هننكر ان هو كيمة وقامة في الفن العربي والمصري بالكامل ولكن برضو في بعض الاختلافات ان هو دخل بيوتنا بحاجات ما كانش ينفع وخلاص رسخ صورة في ازهان الشباب صورة معينة وكمان ان اللي بليبة تطلع وتتجرق على كل العادات والتقاليد وتقول يسألها في حوار كان مع نشان كمان للتسكرة لما قالت مين باسك اكتر واحد قالت من غير ما فكر هو عادي الامام يمكن يكون قبلني اكتر من زوجي ويسرى اللي قالت عادي الامام ده الاسم الوحيد اللي كنت اتمنى اتجاوزه فطبيعي ان هم هيكونوا في حالة انهيار وصراخ بسبب عادي الامام اللي اكرر الاطباء انه في لحظاته الاخيرة وكمان قالوا انه الفترة اللي جاية يا ربي بس الكام ساعة اللي جايين يعدوا بسلام علشان بس لو عادوا بسلام عادي الامام هيبدأ يستعيد وعيه مرة تانية لانه حاليا فيه غيبوبة كاملة نتمنى له الشفاء العاجل طبعا هو وكل مرضانا ومرضى الامة العربية والمسلمين اجمعين ونتمنى كمان الهداية لليسرة والبليبة اللي كل ما يكبروا بحس انه هم ادماخهم بتخف سامحوني في التعبير شكرا جدا لمتابعين المحترمين الكرام على حسن المتابعة اشكركم جدا استنوا مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته